المعرض الأول اسمه رحلة في حجرة معيشتي ومجموع الشغل اللي موجود هنا تقريباً جمع بعضه في فترة أربع خمس شهور في الربيع والصيف بداع 2012 الوقت ده كان صعب جداً علي على مستوى العام المستوى العام كان الحالة فيه صعبة جداً وده أثر علي على المستوى الشخصي كنتش قادر اشتغل بالضرورة أنا لما هنزل أصور بعمل ده أنا ونفسي وبعمل ده بشكل طبيعي وتلقائي وبعمل ده من غير أي التزام تجاه أي حد أنا مش معنديش معاد معرض أنا معنديش هدف معين أنا نزلاله وأنا نازلة يعني فبعد فترة معينة يعني عدد معين من النزول بقى يعني بقى فيه أداء كده روتيني زي ما إنسان بيصحى الصبح وهو عارف ما أخد الدوس الشاشرة في الجان القهوة بقى النزول اللي هو إيه وهتنزل النهاردة عدد معين من الأسابيع ده بيحصل بقى إنه أنا ما بسألش روحي أنا بركم إيه يعني أنا ما بسألش روحي أنا بصور إيه فعلياً أنا لما بشوف يعني هما بيجوني وأنا بشوفهم وبحاول منهم أفهم حاجة عن أنا في اللحظة دي إيه اللي هممني يعني لأنه أنا لو بصيت على نوع على الشغل ده وبصيت على شغل أنا عاملاه في نفس الأماكن مثلاً من عشر سنين من 15 سنة ده حاجة وده حاجة تانية تماماً وأنا نفس يعني تقدر تقول لنفس الشخص أو نفس الشخص مع تراكم معين من التجاري مع حالة نفسية معينة فابتدأ التضيحين ما بحطهم على بعض إنه هم يعني إنه في حاجة ماشية في الموضوع اللي أنا بتكلم عليها في النص اللي أنا كتبع عن المعرض بقول إنه هو إن دي زي بتكون مشاهد متعلقة بين الطبيعة الصمتة والمكان الخاوي قضيت بقى يعني الوقت مثلاً أنا اشتغلت 4-5 صور قضيت الفترة اللي بعدها 6-7 شهور اللي بعدهم بحاول أشوف إزا أنا أقدر أوصل للمتلقي الحاجة اللي أنا يعني في اعتباري حتى إيدي عليها بس مش بالضرورة هيا وعطي ومنه هي دي فكرة المعرض يعني أنا فعلاً كان بالنسبة لي لأنه اسم المعرض بيعلعب على فكرة إنه أنا بقولك دي حجرة معيشة بس هو الشارعب بس هو فعلياً هو تحول إلى حجرة معيشة في الفترة دي لأنه لأنه دورياً إن ما كانش إنت عندك غرض معين بيخليك تمشي في الشرع ده كل يوم عشان مثلاً بروح منه الشغل في العادي مش ده بيبقى طبيعي بس أنا خليت إن ده الطبيعي بالنسبة لي في الفترة دي إنه في الفترة دي أنا برجع على نفس الأماكن بعددي على نفس الأماكن طول وقت أنا بصور عشان أنا أخد الصورة دي وأحاول أفهم حاجة معينة ساعات بفهم ساعات ما أفهمش حاجة خالص يعني يوم ما بيحصل زي تواصل معين بين مجموعات والصورة وبعدها ده في اعتباري نتاج معين من البروزس بتاع محاولة الفهم إن أنا ربط أشياء معينة ببعدها في العادي ما كانش هيحصل الربطة دي إلا زي كنت أنا عمالة بشتغل بالشكلة إن المشاهد مش مرتبطة بحق بقدمة مرتبطة بمكان يعني فعليا أنا مش هتلقى إنه في إن أنا بنائي على حاجات على تيمات من وقت معين لأ في الحديث حالا وفي الأقدم وفي الأقدم وفي الأقدم الحاجات دي كلها متعايشة مع بعضها في هذا النطاق الجورافي اللي أنا بتكلم عنه عايز عبر عنه هو خصوصي وبتاعي أنا مع إن أنا حقه في المساحة العامة يعني دي نوعية حاجات مطروحة في الشارع طول طول الوقت بتاعت إنه أنا خصصت المنطقة دي في حتيت الطوبة دي عشان الناس تعرف إنه دي فرشتي بالليل محدش يقرر إنه هنا هيجي يقعد دي لغة يعني دي لغة بصرية بتغني بتقوم دخلة ومالية فراغات كتيرة من نوع يفقت وقوانين وأعراف وكل الحاجات دي بتخش وهي تحل مطرحة بشكل يعني ناجح إحنا في مرحلة بتاعات التلصقة والتلص يعني في حاجة اللي هو بين العلاقة بين التلصقة والتلصين في حاجات متلصقة يعني معمولة من الأول بشكل معين وفي حاجات متلصمة وتبدل قاعدة تتلصم وتتلصم إن هو أنا هصدر أحكام من التلصقة والتلصقة وحشة والتلصيم وحش وإحنا في حالة فقر وبقس بصري شديد مش ده مش ده مكاني يعني مش ده النقطة اللي أنا فيها ببص على الحاجات دي لأنا أنا بحاول أبقى يعني هو ده محيطي وأنا بتعايش مع هزا المحيط وبحاول أفهمه الفترينة اللي على الباب مستلهمة من صورة فالصورة معينة حصل فيها إنه صاحب هزي المجموعة من الأرفف بيتعامل معاهم بشكل يعني مجسد وبيحط حاجات يعني هو حطت هو حطت رصة ما ينتعدي عليه بعدها بأسبوع تلقى الرصة إنه في حاجات معينة تحركت من مكانها الحاجات دي ما هيش للبيع يعني هو الفترينة هو الحاجة دي الغرض منها آآ خصوصي بحت يعني هي ما بتقديش أي أغراض يعني تلقى حطة آآ مرايا مكسورة حطة إزاز مكسور آآ آآ كرآن متصفح آآ مش عارف كتاب بتاع دعية آآ آآ نص إزازة ميا فيها آآ النبتة آآ آآ ماتت يعني شيلها حط فالفترين دي في حد كانت بنسباني محاجة الرجل فكهاني والفترينة دي موجودة وملايش أي علاقة بيه وهو بسنسن فكانت فكريتين أنا أتعامل مع الفترينة دي بهذا الشكل إنه إنه المعطيات اللي أنا هقدمها لك في الفترينة هي ما عملت لهاش بروسسنج أنا جبتها لك زي ما أنا شفتها إنما أنا محطتش كل حاجة أنا بشوفها أنا بشوف حاجات كتير جداً وممكن يكون في حاجات مصيرة أكتر من اللي أنا حطاها إنما أنا أحا حطاها لك وأنا بتملك هذه الفترينة يعني متلبسة الشخص ده لما بعنده مساحة بالضرورة ما فيش منها هدف لا تجاري ولا هدف تقديم نفسه هو بس يعني بيمتع نفسه باللي عنده ففعليا كل الحاجات دي هي لفتة نظري عشان هي عملة بتوشوش على اللي أنا بتكلم عليه بتاع علاقات الأشياء اللي مش بتضرورة ببعضها أو يعني نوع العلاقات اللي أنا بشوفها ببعضها يعني في طبقة الشوكولاتة أنا فاعتبطولة كل ما يشوف طبقة الشوكولاتة ما بفكرنيش غير بالأفريز اللي هو الجيبس اللي بتحط بتاع النجفة فالفترينة في اعتباري اللي هو أنا بحضرك من دخلتك للشارع ان انا انت لسه في الشارع شوية بس يعني ايه الشارع شوية زي ما أنا شايفاه عشان عشان تخش على حجرة معيشتي بقى زي ما أنا بقول انها حجرة معيشتي أول ما بتخش تخبط في الدولاب تمام؟ الفكرة من وراء الدولاب ان انا بقول لك هي دماغي انا فتحت لك دماغي لانه كل المقتنات اللي جوا الدولاب دي مقتنات شخصية الدولاب نفسه دولاب ابويه ورسته عن ابويه يعني وكل الحاجة جواه جاية من عندي في البيت بس جاية من عندي في البيت في اعتباري لها او انا بحاول على الرفك انا يعني يعني جوا في ايه؟ فيها رف كامل لبائي للعمار اللي أنا سكنة فيها اللي فعلياً ليها صور قديمة وليها علاقة بالتمثال اللي في الميدان اللي فيها وليها يعني مجموعة برافينيليا كده مرتبطة بوجودي الفيزيكل اللي جاية منه الدولاب او يعني ممكن تقول انه يعني حاول تلخص الدماغي دي بتعمل العلاقات بتربط الأشياء ببعضها ازاي يعني مثلا انه فيه فستان قديم في الدولاب فيه صورة فوتوغرافية من فيلم استخدم في هذا الفستان الفستان بتاع والدتي اللي ارحمها الفستان انتهى في الفيلم يعني فيه نوع ربطات معين انا بعملها هنا برا حاولت افكها جوة يعني او حط لها زي اسمه ايه زي اللي بتاع المقياس اللي بي محطوب تحت تحت الخريطة انه انه مفاتيح الاراية الاشياء بعد كده تربطت ببعضها برا ازاي موجودة جوة هزا الدولاب بس من غير المضمون الفني دي متعلقات شخصية عشان كده فيه حاجات جوة الدولاب ما 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 تقولش ما ما تدرش تقول عنها غير ان هي فعليا مرتبط لما كان معينة فيه كل كروت البقال والفكهاني وكل الحاجات اللي هي بتاعت المنطقة دي اللي هي اللي هي جاة من عالتلاجة بتاعت الملطوعة زمهية بس الدولاب بيعمل زي كل شغلي لو انت يعني لو مع متابعة كده معينة انه انا مش اه انا مش شخص بتاع المجرد المنمال دي مش طبيعتي ودي مش شخصيتي وانا ما بكفحش ده ومش بقومه ومش بحاول اعمل عكسه انا في اعتباري انا انا طريقتي لفهم الاشياء مش بالضرورة ان انا قوم اه لخصها لك واجردها لك وقولك تفضل هول كابسولة اللي فيها الاجابة على كل الاسئلة انا كل اللي انا بعمله في العموم يعني بروسس بتاعي عبارة عن انه هي الدنيا كتير كتير كل اللي انا بحاول اعمله ان انا بعملك تبديل وتوفيق مختلف عن اللي انت متعود عليه اشتركوا في القناة اللي بيجرى في القوضة اللي احنا عاديين فيها دي اللي في اعتباري ان هي خطوة تانية من الدولاب يعني خطوة نبرة تانية من الدولاب انه دي نقدر نقول ان هي بتلخص الحيطة دي بتلخص اول حاجة في البروسس بقى الصور موجودة وبعدين يعني يعني انا بتكلم ان انسان قاعد يصور ربع خمس صور عنده الافات من الصور فعليا فايه بقى انا بكنش بتفرج اما استنيتش لما اخلص بتفرج انا بتفرج طول الوقت يعني طول الوقت بتفرج وبقى حاول افهم اتفرج وحاول افهم فاللي بيجرى هنا اللي هو يعني ايه محاولة فهم بدائية او مش بدائية اللي هي يعني ايه انه بحطك مكاني وبقولك شوف كده انه يمكن انت لو كنت مكاني واقعت معايا وبنعمل ده مع بعض كان ممكن ان انت تشوف انه بيحس انه فيه صلة دي بندودة او انه ده بيبقى موجود بالشكل ده وبعدين يظهر لنا بالشكل ده وانه ممكن تقرأ انه فيه زي علاقة معانا بين مثلا شكل بيت الحمام وبين الرسمة بتاعت الكعبة المجردة اللي تبقى موجودة على بيوت الناس اللي حجت او بين المطيفة بتاعت بيوت الحمام والمطيفة اللي موجودة في السجادة وان المسلس بيظهر هنا وبعدين يظهر لنا هنا ده اللي بيجرى هنا عشان كده الصور هنا متلزقة بيعني ده قراري كانت تلزق بسوروتيف عشان انه فعاليا انت ممكن تشيل دي وتحطها هنا تشيل دي وتحطها هنا وهيطلع حاجتين موسيقى فالقماش فعاليا بستخدمه عشان اقولك انه كمان زي في المسرح انه لا انا لا اقدم لك اي نوع من الحقيقة وانا لا انقل الحقيقة وانه في جزء مسرحي في كل اللي انت بتشوفه ده تمام فده القماش غير طبعا انه هنا شغال على فكرة ان ده نوع القماش اللي انت بتشتريه من المحلات اللي هو مطرح ما انت ماشي تلاقيه مرسوس في الفاترين فهو في الحتة بتاعت انه ده من قديم الازل نفس هذه الموتيفات موجودة وبنلبسها والناس لبساها وفي طريقة يعني ايه مش يعني ضغط التوركي مديها شلوت قرائب اللي بالنسبان لي مهم ان انا اتكلم عليه عشان ام عشان محد اش شاف ده انا عملته قبل كده هي الحيطة دي ده كولاج وده اللي هو يعني حصرينه الاول مرة فعليا انا ما بارسمش خالص ولما عملت ده عشان كان في اعتباري انه هو دي دي الطريقة الوحيدة اللي انا اقدر اعبرلك دي على نوع المضمون ده مش لاقيه له حل تاني يعني انا مش هادر اديك السورة فانا لازم انا عايز اوصل لك فكريتي بس انا ما معرفش هرسم وما معرفش اعمل كولاج فانا هشتغل على ده لغاية ما اوصل انه على القلم دي حاجة يعني مستوى ان انت تفرج عليها يعني مش مقبول انت فهمت ووصل لك الشيء اللي انا بحاول اوصله له وفي اعتباري هنا هو ان انا بحاول الفت نظرك لحاجة لها دعوة بانه جوه اطار التلساء والتلسين دي فيه منطق وفيه نسب وفيه علاقات الوان ببعضها وانه اللي ممكن على الظاهر عشان قدامه فيه كوام كبيرة جدا من الزبالة وحواليه فيه حاجات مش مرتبطة بيه هو بس موجودة فرادة عليه الظروف انه لجميل يعني بس انت تشوفه فكان في اعتباري ما نفعش اقدملك ده غير لما نقحولك تماما وعملولك يعني عبارة بس عن نسب وعلاقات الوان ببعضها بس نتكلمش على حاجة بسيطة يعني الهي او دي الكلام عن الثقافة بسيطة مش هتتلخص الثقافة البصريات على هذه المدينة اللي هي تتغير في التوا واللحظة في كلمتين وبس او في صورتين وبس او فوض افل اموكت حلمين حلمين عايزين نكمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة